تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 577 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 191 طن مواد غدائية أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 59 طن وفي مجال عدم توليد أرز الشعير والبيع بأسعار السعر الرسمي للأرز الأبيض تم دبط أكثر من 122 طن أما في مجال البيع بأسعار السلع الرسمي للسلع الغدائية تم دبط أكثر من 9 أطنان في مجال قضايا المخابز تم دبط 491 قضية من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و179 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم دبط 75 طن